بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رابعا الإخفاء الحكم الإخفاء شوفوا عيني هس احنا شخذنا أخذنا الأظهار حروفه شنو ما ننساها أخي هاك علما حازه وغيره خاسر الحرف الأول من كل كلمة واضحة إنه ست حروف زين أخذنا الأضغام اللي هنه يرملون أما هنه هذين حروف خمسة خذنا الإقلاب اللي هو بس الباء اللي يبقى من الحروف الـ 28 هذين حكمة نخفاء الاخفاء هو حالة وسط بين الإضغام والأظهار شلون يعني يعني أنا لا أطلع النون الساكنة أو التنوين لا أطلعها كلها ولا أضغمها كلها حروف الإخفاء هي أوائل الكلمات الآتية يعني شلون ما أخذت بال بالأظهار يعني أول كلمة زين شلون إنه صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سمى قد سمى دم طيباً زد في تقن ضع ظالماً زين يعني الحرف الأول قدت لكم هنا ماكوا داعي يعني نحفظ الحروب بس هذا البيت الشعري يعني نحفظولي أنا خاف يقولك أذكر لي البيت الشعري ما لا تن إذن هو الصاد الذال الثاء الكاف الجيم الشين القاف السين الدال الطاء الزاي الفاء التاء الضاد والضاء الاخفاء ممكن في كلمة واحدة او في كلمتين كلمة انت انت ديروا بالكم لتفوتون اي نون ساكنة ديروا بالكم ماضح اي نون ساكنة انتبهوا عليها هاي نون ساكنة هاي يابا ليش نون ساكنة اي مو ما عليها حركة ما عليها حركة اذا نون استخرجها الهاي خلوش عيني شاقول التاء وراها التاء من يا حروف لا هي اضغام لا هي اظهار لا هي اقلاب اذا هي اخفاء واضح انت الاخفاء مع غنة هاي ديروا همينا مع غنة زين والخلق جديد شوف انتبهوا زين انتبهوا زين اباوة على هذا التنوين اشوف الكسرتين مطبوقات لهم متفارقات شوفوا شوفوا شلون هنزني مطبوقات لهم متفارقات لا متفارقات اذا هذا مو اظهار واضح مو اظهار زين خلق جديد الجيم من يا حروف حروف الاخفاء اذا الحكم هو اخفاء واضح لمجيء حرف الجيم بعد التنوين اكو ملاحظة اكو ملاحظة اكو هذن الكلمات اكو الرسم القرآني مرات النون اصلا ما يكتبها ما يكتبها في بعض الكلمات اللي هي كلمة هاي مرة واحدة ذكرت في القرآن بس اخاف تجيين مرة واحدة ذكرت في القرآن شوفوا عيني هذي معناها شنو هس هاي اللن معناها شنو معناها ان لن معناها ان لن شوفوا اللو ان لو فان لم فان لم واضح؟ يعني هذي اصلها هيج هاي اذا لقيتوا هاي شنو هس هاذا شنو حكمها؟ حكمها اضغام بلا غنة ما جيء حرف اللام بعدها النون والواو اضغام بغنة واللام اضغام بلا غنة واضح هاي شوي انتبهوا عليهم اللي هنا خلصت احكام النون الساكنة او التنوين ان شاء الله الله يدفع هذا البلاء عن العراق وشعبه وكل الدول العالمية ونتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوكم علي موفق اشتركوا في القناة